قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة عن نبي والدعاء لإخواتكم لأنهم مازالوا في محنة ونسأل ربنا أنه ينصرهم ويخفف عنهم عوزة كل اللي بيشوفنا يكتب كلمة أميم في التعليقات وده عشان ربنا يستجيب لدعواتنا جبت لكم النهاردة فيلم جامد جدا مش هيخليك قاعد على أعصابك ويلا بينا نبدأ الملخص بيبدأ فيلمنا في فرح بنت السيدة شاو وبيكون زعيم قرية هاكري وبيكون الفرح كله حرمية وزعماء عصابات وأشهر مجرمين في القرية وكمان رجالة مافيا حاجة كده تشرف يعني من الآخر وبيكون السيدة شاو عنده أخين اسمهم بابي وبوبي وبيكونوا مجرمين وقتلين قتلة والمفروض يكونوا في السجن أصلا وبيكون السيد بيدفع نفقة أيتم كتير وبيخلهم يكملوا تعليم استنى بس مش بيعمل خير ولا حاجة ده هو اللي قتل عائلتهم أصلا رينو بنت السيدة شاو هي بتستعد الزفافها بيكون بعين عليها أنها مش موافقة على الجوازة دي وبتكون مجبورة عليها وبيكون السيدة عنده بنت اسمها ديمبي وبتكون رينو بتاخد مباركة والدها وهي بتعيط بس هو بيطمنها أنه اختار لها عريس جديد وفجأة بيجي راكش وراكش ده بيكون حبابها عشان يهربوا سوا وبينجحوا في الهروب وبيتصدم السيدة شاو لما بيعرف اللي حصل وبيبعد بابي وبوبي وكل الرجال عشان تدور على رينو لكن محدش بيلاقيها وبيروح لأبو راكش وبيضربوا عشان يعرف مكان راكش لكنه ما بيبقاش عارف مكانه وبيقول لهم إن أصدقاؤه عارفين وبيروحوا يخطفوا أصدقاؤه كارن وجيش وبيضربوهم على الأسخن عشان يقولوا لهم على مكان راكش لكن هما بيقولوا له إن بابلو هو اللي عارف مكان راكش وبيكون بابلو ده هو صدقهم التالت واعترفوا علي من أول ألم الواطين بس على مين؟ دول ما يعرفوش بابلو وبنعرف ان بابلو ده بيكون جيش كامل لوحده قوي جدا وبيقول كارين لبابي انه ياخد شوية رجالة معي عشان هو ما يعرفش بابلو وبيروح بابي لبابلو وبيسأله عن مكان راكش بس هو بيقول لهم انه ما يعرفش مكانه وبيتلمع للعيلة كلها وبيسأله عن راكش ورين ورحوا فين بس هو بيقول لهم انها هربت مع راكش عشان بتحبه ودل انهم هيتجوزوا وانها ما كانتش هتعمل كده لو انتم ما كنتوش اكبرتوها على الجواز من حد هي ما تعرفوش وبابلو بيقول لهم انه لو راكش رن علي بقى يقول لهم وبيكون فكر نفسه انه هيمشي يا عم بابلو هو دخول الحمام زي خروجه بس بيجي يقوله انه لغاية لما يلاقي بنته هو هيكون موجود هنا وبيحبسوا لما صحبه بيشوفه بيحضره بيقولوله انقذنا وهو بيقولهم ما تقلقوش محدش هيعمل لكم حاجة وبيكون بابلو مش فارق مع الحبس وبيكون سعيد جدا وبيقول لاصدقاء انه ما يعرفش فين مكان راكش وبيسألوا اصدقاء انت سعيد ليه بيقولهم انا معجب بوحدة واول ما شافها قلبه تحرك من مكانه وانه هي ماشية لعقد بتاعها وقع منها وهو محتفظ بي عشان حاسس انها يشوفها مرة تانية وبيكرر بابلو انهم يهربوا فعلا بيبدأوا الهروب من الاوضة اللي محبوسين فيها وبيكونوا خلاص هيهربوا بس قبل ما يركبوا القطر بابلو بيشوفوا البنت اللي معجب بيها وبيقف مذهول من جمالها وبيجي بابي والرجالة وبيقبضوا عليهم تاني وبيرجعوهم للقصر من تاني وبيضربوا بالقلم عشان هربوا منه وبيقول لبابلو انه مايفكرش في الهروب مرة تانية وبابلو بيقولوا انه مش هيمشي غير لما يلاقي بنته وبيستغرب صاحبه من رده لكن هو بيقولهم ان البنت اللي انا معجب بيها بتعيش في القرية دي وبيقولهم انه عاوز يعرف هي مين وبنعرف ان البنت اللي بابلو معجب بيها دي بتكون بنت السيد تشاو وبيمنع تشاو دمبي انها تروح الكلية عشان رينو اللي هربت وبيكون خايف لتعمل كده هي كمان وبتكون دمبي متضيقة جدا عشان عايزة تروح الكلية بتاعتها وبتروح لولدها تشاو عشان يسمح لها انها تروح الكلية لكنه ما بيوفقش وبيكون في تقليد في القرية ان اي بنت تهرب من يوم فرحها اهلها يقتلوها بس تشاو بيقول ان بنته ما هربتش وانه الشاب بده ضحك عليها بس لو تأكد انها هربت بمزاجها هيحرقها وهي حية وبتعرف دمبي ان اصدقاء راكش محبوسين وبتكون متضيقة منهم ومن راكش وانهما السبب انها ما تروحش الكلية وبتقرر انها تروح لهم عشان تعرف منهم مكان راكش وبتروح دمبي لبابلو واصحابه وبيكون بابلو مش شيف وشها وما بيعرفش ان هي البنت اللي معجب بيها وبابلو بيتفق معها اتفاق انه هيقدر يلاقي اختها بس هي تلاقي البنت اللي هو بيحبها وان هي في القرية هنا لكنها ما بتوفقش وبتقوله ان هي هتعرف والدها كل حاجة وانه اكيد هيعمل زي صحابها ويهرب مع البنت اللي بيحبها ويسوق سمعت عيلتها تاني وبتصيبه وبتمشي بتروح لقريتها وهي بتتكلم معيها عن بابلو وبتخبط فيها وبيقع من فوق الدولاب كل الجوابات الغرامية اللي كانت بين راكش ورينو وبتقرر انها تخبيهم عشان محدش من العيلة يشوفها وبتروح ترميهم عند القوضة من غير محد ياخد باله والقوضة دي اللي محبوس فيها بابلو وصحابه عشان يشوفوا الرسيل وبيعرفوا ان دمبي كانت عارفة كل حاجة وانها كانت بتخرج مع رينو وراكش وكانت بتبقى سكتة عشان رينو كانت بتديها فلوس وبيقول لها بابلو انه هيفضحها لو ما ساعدتوش وبتوفق انها تساعد وتوري البنت اللي بيحبها وبالليل بيهرب بابلو من القوضة اللي محبوس فيها وبيروح لدمبي عشان يشوفها لقيت البنت اللي بيحبها ولا لأ لكنه هو رايح الكهرباء بتقطع في البيت ولما بيوصل لدمبي بيكون شرب الويسكي بتاع بابي وبيكون سكران جدا وبتكون الكهرباء مقطوع وما بيقدرش يشوفوا الشهة وما بيعرفش انها البنت اللي بيحبها وبيدلها العقد بتاعها عشان تخليه معيها وبعد ما بيمشي بتعرف ان هي البنت اللي هو بيحبها وبتكون مصدومة وتاني يوم بيكون السيدة شاو رجالت وعارفوا مكان راكش وبياخدوا بابلو معاهم عشان يشوفوا صاحبهم وهو بيموت وبيكونوا عارفوا مكانه بعد ما اتصل بأمه وعارفوا انه في المدينة وبيوصلوا هناك بس بابلو بيهرب منهم من غير ما يحس وبيروح لشقة رينو وراكش من الشباك وده قبل ما رجالت شاوي وصلوا لهم وبيعرف راكش ان بابي وبوبي جايين عشان يقتلوه وبيقولوا انهم عارفوا مكانك لما كلمت وامك مبارح وبياخد بابلو رينو وراكش وبيقدر انه يهربهم وبيدلهم فلوس وبيخليهم يروحوا مكان تاني وبيبقوا في امان وبيقولهم انه هيهتم بكل حاجة هنا وبيشوفوا صاحبه هو مع راكش ورينو وبيكون بابلو صاحب صاحبه وجدع جدا وبيرجع بابلو المكان وقبلهم وبيرجعوا تاني للقصر وبتكون دمبي وصاحبتها في قوضة بابلو وبيدوروا على رسائل الحب وفجأة بيجي رجالة تشاولوا قطو عشان يرجعوا بابلو وصحابه بس بتكون دمبي جوه وبتستخبه وبتقول لصاحبتها انها كانت بتنظف المكان وبتطلع من القوضة وبتتحبس دمبي معيهم وبيدخنق صاحب بابلو معي لانه ما قال لهمش انه يعرف مكان راكش بس هو بيقول لهم كانوا هيعترفوا على مكان راكش من اول قلم وبتسمع دمبي بابلو وهو بيقول انه عادي موت من اجل البنت اللي هو بيحبها وبتعرف قد ايه هو بيحبها وبتاخد الرسائل وبتمشي وبتروح تحكي لصاحبتها عن كل اللي سمعته وانه كان بيساعد رينو وراكش وعن قد ايه هو بيحبها بس عامها بابي بيكون سمعها وبيقول لها هو مين فيهم وبيخدها لهم عشان تقول مين فيهم وبتكون خايفة جدا ولما بيشوفها بابلو بيكون فرحان جدا وبيعرف ان دمبي هي البنت اللي بيحبها وبيكون يعيني في عالم تاني وبتشاور على بابلو عشان بتكون خايفة وبيكون بابلو بيبصف عانيها ومش مركز معيهم خالص وبياخدوه وبيضربوه وده عشان يعترف على مكان راكش وبيكون فرحان قوي انه شافها وعمال يفكر فيها ولما بيعرفوا ان الدرب مش بيأثر فيه بيهددوا ان هم هيقتلوا صحابه الغاية لما بيقولهم ان راكش في دلهي وتانيهم بيستعدوا عشان يروحوا دلهي وبيشوف بابلو دمبي وبيكون عايز هتيجي معيهم وبيروح لتشاور وبيقولوا ان ممكن دمبي تهرب وهم مش موجودين وبيكرر تشاور انه يسيب حارس معيها فبيتوتر وبيرجع تاني بالعربية وبيخليها تيجي معاهم عشان بيبقى خايف عليها وبيكون بابلو فرحان ان خططه نجحت وبيقول لأصحابه ان قصة الحب هتبدأ دلوقتي وصحاب بابلو بيقولوا انهم اكيد هيلقوا راكش بس هو بيقولهم انه كذب عليهم وانه راكش اصلا مش في دلهي وبيروح لزباط الشرطة اللي في دلهي وبيكون جامع كل رئيس وزعيم عصابة في دلهي بس برضو ملاقاش رينو وبيضرب زباط الشرطة وبعدين بيعتذر له وبيقول بابلو لتشاو انهم ممكن يكونوا تجوزوا النهاردة وبيروحوا للمعبد عشان يدوروا على راكش ورينو بس ما بيلقهمش وبيروح بابلو لدمبي وبيقول لها انه جابهم للمعبد عشان ما فيش حد بيكذب هنا وبيقول لها انه بيحبها بس هي بتقوله انك بتدور على بنت تانية بس هو بيبدأ يضحك عليها وبيقول لها انتي بتقولي كده عشان انا مش وسيم لكنها بتقوله انه جميل وبتبدأ تتغزل فيه وبيقدر يوقعها في الكلام ولما بيجي بيشوفهم بس بابلو بيقول لها ان المكان كان زحمة وهو كان وقف معيها عشان ما يحصلش حيجة وبيكذب بابلو تاني على تشاو وبيقولوا انه ممكن يكون راكش راح للمحكمة عشان الجوز بيكون هناك وبيروحوا وبرده مش بيلقوه وبيقعد تشاو ودمبي وبيجي اتنين بيكونوا نبسين نقاب وبيكون ولد وبنت وبيكون الولد ضحك على البنت وخليها تهرب من ابوها عشان تتجوزوا وبيكون عمل نفس اللي عمله راكش مع رينو وبيتنرفز علي تشاو لما بيعرف اللي عمله وبيقوم يزعق فيه وبيزعق للبنت انها بتقلق ابوها عليها وبيروحوا يقعدوا في فندق وبيقف بابلو قدام بلكون الدنبي وبيفضل يبص عليها وتاني يوم بيقول لها انه خلاهم يروحوا المحكمة عشان يجيب عقد جوز وانه وقع علي وفاضل توقاها وهي ما بتردش عليه وبيشوف رجالة حد شبهرينو في الأوتوبيس وبيجري وراب العربيات ومعهم بابلو وصحابه وبيسيبوا دنبي في محطة القطر لوحدها ولما بيوصلوا للأوتوبيس ما بيلقوش ولا رينو ولا راكش فيه وبيجري بابلو على محطة القطر عشان يتطمن على دنبي لكنه ما بيلاقيهاش وبيكون في مجرمين خطفوها وعاوزين يتحرشوا بيها لكن بيجي بابلو بيدربهم كلهم وما بيرحمش فيهم حد بسبب اللي كانوا بيعملو في دنبي وبتشوفوا دنبي وهو بيدربهم عشانها وبيجي ورا السيدة شاو ورجالته وبيلاقي بابلو قام بالواجب مع المجرمين والسيدة شاو بيشكر بابلو على انقاذه لدمبي وبيقوله روح ارتح شوية وباللي بتيجي دنبي تشكر بابلو على انقاذه ليها وبتركب مع بابلو على المتسكل وبيروح يخرجه مع بعضه وبيغنه وبيرقصه سوا وتاني يوم بنشوف السيدة شاو وابلو بيروحه البنسيون واللي كان موجود فيه راكش في رينو بس ميشي عشان فلوسهم خلصت وبنشوف السيدة شاو هو بيعيط عشان مش عارف مكان بنته وبيكون زعلان لانها هربت وبيكون بابلو معاه وبيزعل لما بيلاقيه كده وتاني يوم بتعترف دنبي بحبها البابلو لكن مرة واحدة بيشوف السيدة شاو رينو في الأوتوبيس وبيجري وراها لغاية ما بتشوفه وبتنزل من الأوتوبيس وبيهجم رجالة شاو على راكش لكن بابلو بيدافع عنه وبتقول رينو الولدها انه ما يضربش راكش ودل انه جزها وبتقعه التعيط وبتقوله انه عندها حق انها تقع في حبه وانه يسايفها تعيش حياتها وتختار الشخص اللي هي بتحبه وانهم اللي بيجروا وراءه زي الكلاب وبيتكلم وهو بيعيطه وبيقول لها انه فعلا عشان بيدور عليها من مدينة للتانية وبيتعارك مع كل الناس عشان يلاقيها وانه هو في الآخر مجرد كلب بيدور على بنته وبيكون عمها بابلو هيدربها بالنار هي وراكش عشان ينفزه تقاليد القرية لكن رينو بتقول لولدها انها حامل وهو بيقول لها انها خلص بقت ميتة بالنسباله وبيسيبها وتمشي وبيودع تشاو بابلو وبيعزمه على فرح دمبي وبيكون بابلو حزين جدا وبتبدأ دمبي تجاهز عشان فرحها وبتكون هي كمان حزينة وبيكون بابلو مكتئب جدا بسبب جوز دمبي وبيجلو صاحبه وبيقوله يروح لدمبي وبيوافق بابلو وبيتحرك على فرح دمبي وبيشوفها وهي بطعيط عشان مش عاوزة تتجوز ولما بيطلع بيلاقي بابلو في وشه وبيفهم ان بابلو دمبي بيحبوا بعض وبيخلي بابلو يقعد معه وبيكون خايف انه يهرب مع دمبي لكن بتيجي المعزمه وبيضطر يقوم وبيروح بابلو لدمبي وبيقول لها ان والدها عارف كل حاجة وبيروح السيدة شاول دمبي وبيكون قلقان انها تهرب لكنه بيلاقيها موجودة وبتقوله انها مش هتهرب وانها هتعيش حياتها زي ما هو عايز وبيعيطه هم الاتنين وبيروح السيدة شاول بابلو وبيسأله انت جاي عشان تهرب مع بنتي صح لكن بابلو بيقوله انه الهروب مش صعب وانه خايف منه وانه هو في الاول كان بيدحك على تصرفاته لكن لما شاف الاب بيكون عامل ازاي لما بنته بتهرب وانه اكيد مش هيكون السبب في انه يشوفه كده تاني وبيقوله انه احنا مختلفين انت عايز تنقص شرفك وانا عايز انقص حبي انت عايز الجواز يتم وانا مش عايزه يتم وبيقوله انت بتحب دمبي اكتر مني بس لو حد بيحبها جدا بعدك فهو انا وبيقوله انه هو كان جاي عشان يهرب مع دمبي بس هو مش هيعمل كده وبيسيبه وبيمشي وبيطلع بره الفرح مع اصحابه لكنه بيهجم عليهم راجو اللي هيتجوز دمبي ومعه رجالته وبيضربوا بابلو بالعصيون وهنا بيغم على بابلو لكن بيقدر بابلو يفوقوا وبيضربهم كلهم وبيضرب راجو على الاجمدة وقبل ما بابلو يخلص على راجو بيجي تشاو وما بيرضاش ان بابلو يقتل راج وبيوافق على جوازه من دمبي وبيقوله انها لو واجهت مشكلة مش هيرحمه وبيحضن بابلو دمبي وبيكونوا فرحانين جدا وبتكون النهاية سعيدة ما بينهم وبكده بيكون انتهى في الميناء النهاردة